السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي خالد سؤالك الذي طرحته عن سسنو وكان السؤال يتعلق بتطور سسنو سأقوم بصويره لك إذن زرعته في الأرض المستدامة هنا هنا زرعته ويستمر في النمو وهي لا توجد شتلة واحدة وإنما شتلات كثيرة سأقوم بما بعد بتفريقها عند سقوط أوراقها في الفصل البارد وتوجد شتلة أخرى أو شتلات أخرى لسسنو هنا وتستمر كذلك في النمو وسأقوم بزرعها في الأرض المستدامة فيما بعد تلاحظ بأن ليست شتلة واحدة وهناك شتلتين هذا هو أجواب على سؤالك أخي خالد ومرحبا بك ترجمة نانسي قنقر